السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزاء طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الثالثة الاعدادة بإذن الله منتابعين ومنكملين مع بعض المنهج من خلال كتب الدراسية المختلفة بإذن الله ناخد مع بعض دلوقتي اكثر سيستمرين أو في كابلاري على المفردات للدرسين الأول والتاني من الوحدة التاسعة بداية من صفحة 117 أول سؤال معي خاص بيتشوز خاص بالاختيارات رقم واحد بيقولي هنا A. is a tall plant ده بيكون نبات طول طويل which we can use to make cups and chairs نقدر نستخدمه في صناعة الفنجيل وكمان الكراسي طبعا يقصد هنا نبات الإيه؟ نبات البنبو نبات الخيزوران بعد كده السؤال التاني بيقولي A. is able to be used again مرة أخرى أجين يعني مرة أخرى إيه بقى اللي نقدر نستخدمه أو يكون قادر وقابل إن هو يستخدم استخدامه أو يستخدم مرة تانية طبعا هنا يعني بيها أول مقصود بيها طبعا إيه اللي هو reusable reusable يعني إيه؟ يعني قابل لإعادة الاستخدام حاجة ممكن استخدمها مرة تانية رقم 3 أنواة is a small plant نبات صغير والجهاز start to grow from a seed يبدأ كده يكبر من إيه؟ من بزرة نزرع بزرة كده ويطلع منها نبات صغير النبات الصغير دي اسمه شاتلة أو إيه؟ أو فسيلة شاتلة أو فسيلة أو نبتة seedling رقم 4 عشان إحنا نجيب الصفة من سستين بمعنى يوديم عايزين نجيب منها الصفة we as the suffix إحنا بنضيف اللاحقة هتيبقى نضيف اللاحقة a-b-l-e عشان تبقى sustainable sustainable يعني مستدام يبقى كده إحنا بنحصل على الصفة من الفعل يوديم رقم 5 rewrite قعد كتابة your composition composition اللي هي الايه؟ التعبير التعبير قعد كتابة هذا التعبير the prefix إيه البادئة حروف كده بيجيلي في بداية الكلمة ايه؟ اللي هي re يعني من to do أنت تعمل حاجة ايه؟ معنى re في بداية الفعل كده معنى كده أن أنا بعمل حاجة again معنى كده أن أنا بعمل حاجة دي مرة أخرى زي كلمة reuse يعني يعني يعيد استخدام rewrite يعيد كتابة رقم 6 something which is sustainable الشيء اللي هو بيكون مستدام is بيكون ايه؟ الشيء المستدام ده طبعا بيكون شيء renewable يعني بيكون شيء متجدد رقم 7 المراضف والمعنى من كلمة provide يعني يمد أو يزود المراضف منها ايه؟ اللي هو بيعطي بمده بشيء ده يبقى أنا بأعطيه هذا الشيء بتسويها في المعنى عندينا صفحة 188 النباتات اللي احنا منزرعها النباتات اللي نزرعها في المزارع وفي الحقول تدعى وتسامة ايه؟ طبعا يقصد هنا crops crops اللي هي المحاصيل دي اسمها المحاصيل الزراعية رقم 10 عايزة قولي هنا كمية كبيرة من الايه؟ من وطر من الماء كمية كبيرة من الماء بتغطي منطقة معينة بتغطي ايه؟ بتغطي اريا منطقة كده او مساحة طبعا يقصد هنا اللي هو ايه؟ طبعا يقصد اللي هو فلد فلد يعني ايه؟ الفيضان تجي كده المية بكمية كبيرة بتغطي منطقة معينة يبقى ده اللي هو فلد الفيضان رقم 11 نقطة يعني عايزة قولي اعمل ايه؟ للمنتجات بتاعتك المصنوع من البلاستيك والوراء والزجاج تورديوس عشان ان انت تقلل بلوشن التلوث وكمان ان انت توفر وكمان توفر الطاقة يبقى انت هتعملهم ايه؟ هتعملهم ريسايكل هتعملهم اعادة ايه؟ اعادة تدوير تستخدمهم مرة تانية تستفيد بيهم رقم 12 طاور البرج ده بيكون حوالي 30 متر اعلى او فوق مستوى سطح البحر يبقى اللي هو مستوى اللي هو مستوى سطح البحر اعلى مستوى سطح البحر الجزء بقى الخاص بديفينيشنز التعريفات السؤال رقم 13 شجرة صغيرة الجزور بتاعتها بتكون بتكون اعلى الارض بتكون يا اما ريبة او بتكون يا اما جروز تانمو يا ايه ما فيه او بالقرب من الساحل في الساحل كده او بالقرب منه طبعا يقصد هنا اشجار الايه؟ اشجار المانجروف رقم 14 بيقول هنا بلاج ان بلاج ان يعني يوصل بالكهرباء وصل هذا التلفزيون بالكهرباء بلاج ان ممكن ان هي تستبدل يعني ايه تستبدل يعني ايه اللي بتسويها في المعنى كلمة بلاج ان بيوصل بتسوي connect برضو بمعنى يوصل رقم 15 وهو المضاد نمضم كلمة اعلى اللي هي ايه يعني ايه اكثر انخفاضا رقم 16 احنا بنضيف بريفكس البديء احروف كده بتجيل في بداية الكلمة عشان ان احنا نجيب ونحصل على المضاد يعني عادي عايزين نقول غير عادي يعني غير عادي رقم 17 اللحق احروف كده بتجيل في نهاية الكلمة ممكن هي تستخدم عشان ان احنا نحصل على نحصل على الصفة من كلمة اللي هي البيئة يبقى نضف لها عشان تبقى يعني رقم 18 احنا بنحتاج منحتاج للقهرباء عشان ان احنا نستخدمها في ايه نستخدم المكينة دي او الالة دي هي بتعمل بالقهرباء يبقى الكتريك كهربائية يبقى هنا الكتريك يعني الكهرباء تشتغل بالقهرباء رقم 19 سانجلاسز براتيك يور ايس فروم ذا سن ان الضرة بتاعت الشمس دي بتحمي عينك من الشمس وكمان الرياح يبقى هنا معنى ان اذا نقاطي بتعمل لك ايه يبقى انا عايزة كلمة بتساوي براتيك بتساوي براتيك بمعنى يحمي وهي برضو بمعنى يحمي نفس المعنى رقم 20 بيقول هنا ايه بيقول هنا most accidents are caused نقط carelessness معظم accidents معظم الحوادث are caused بتسبب او بتحدث بسبب معظم الحوادث تحدث بايه تحدث بسبب بسبب carelessness اللي هو الاهمال بسبب الاهمال يبقى تحدث بسبب اسمها ايه اسمها caused by تحدث بسبب الاهمال ان شاء الله ناخد مع بعض دلوقتي تدريبات على الدرسين الاول والتاني بداية من صفحة 122 وجيب هنا exercise on language تدريب على اللغويات بيقول هنا الجزء الاول او السؤال الاول complete the sentences كامل الجمل with the correct form بالشكل الصحيح او the word او وردس للكلمة او الكلمات in brackets لبين الاقواص اول سؤال هنا بيقول لي هيبا مؤر like cheese but she does now عايز يقول هيبا لم تعتاد ان هي تحب الجبنة لكن هي تفعل الان يبقى هي في الاساس ما كانتش بتحب الجبنة لم تعتاد ان يبقى هنقول هنا ايه طالما قلبات يبقى هنا لم تعتاد ان يبقى didn't use to المصدر عايز اقول لم يعتاد ان في الماضي didn't use to وبعدها هو جيب للمصدر like لم تعتاد ان تحب الجبنة رقم اثنين our grandparents اللي هما اجدادنا use نقط in small village اعتاد ان هما يعيشوا في قرية صغيرة يبقى يوز لبعدها to المصدر مش to verb ing يبقى عايزون to المصدر يبقى to live اعتادوا to live اعتادوا ان هما يعيشوا to live رقم ثلاثة did you not to work to work that هل اعتادت ان انت تمشي العمل يا بابا بعد that did والفاعل use to المصدر واجب لتو المصدر يبقى use فقط رقم اربعة i not to work to school when i was a child عايز اقول انا اعتادت ان انا امشي للمدرسة لما كنت طفل صغير اعتادت ان في الماضي i used to المصدر واجب لتو المصدر يبقى عندي هنا المفروض هكتب used رقم ستة ونقط play computer games but we done او do now احنا بنعمل دلوقتي بيقولي هنا احنا لم نعتاد ان احنا نلعب العاب الكمبيوتر لكن احنا بنفعلها الان لم نعتاد ان في الماضي didn't use to والمصدر يبقى didn't use to واجب للمصدر play رقم سبع انثباس في الماضي people didn't not use energy saving light pulps الناس ما كانتش معتاد ان هي تستخدم مصابيح موفرة للايه مصابيح موفرة للايه الطاقة يبقى الكلام ده في الماضي لم تعتاد ان في الماضي يبقى didn't to واجب للمصدر يبقى use to use لم يعتادوا ان هما يستخدموا رقم 8 وي use احنا اعتادنا لكن دلوقتي بنحاول ان احنا نوفر فيها يبقى اعتادنا ان احنا نهدر في المياه يبقى use بيجي لبعدها المصدر نشير ال ing ونرجع الفائد لاصله وهو waste يعني يهدر او يضيع رقم 9 ما اعتادش ان يكون عندي فرشات للأسنان كهربائية لكن دلوقتي انا عندي لم اعتاد ان في الماض يبقى didn't use to والمصدر يبقى بدل don't هتبقى didn't رقم 10 بيقول لي هنا mom used to get plastic bags at the supermarket but now she gets paper once عايز يقول لي هنا mom t اعتادت يعني mom t اعتادت ان هي تحصل على الحقائب البلاستيكية add the supermarket في السوبر market لكن دلوقتي she gets paper once هي بتحصل على حقائب لكن من الورق عشان تكون صديقة للبيع اكتر يبقى هنا اعتادت ان في الماضي used to والمصدر واجب للمصدر يبقى بقى بعد كده رقم حداشر لم يعتاد ان هو يطفق الكمبيوتر الخاص ب لكن هو دلوقتي بيفعل بعدها المصدر بتاع الفعل وهو يعني يطفق يطفق رقم اتناشر لم يعتاد ان هما يرسلوا ايميلات كتبوا الجوابات او الخطابات يبقى لم يعتادوا ان يرسلوا الايميلات رقم تلاتاشر هذا المكان اعتاد ان يكون مصنع يبقى هذا المبنى وبعد كده المصدر ب يبقى انا عايزة المصدر رقم 14 ايه اللي اعتادت ان انت تتعلمه في المدرسة الايه المدرسة المدرسة الابتدائي يبقى ماذا اعتادت والفاعل ويستغ المصدر طبعا عند الفاعل ويستغ المصدر يبقى باقي فقط اني بسأل في الحاجة في الماضي او عادة في الماضي اعتاد ان هو يدي للمرضى او للناس قلوب جديدة يبقى هنا دكتور سامح يوز تو والمصدر مش فور لأ تو يوز تو بمعنى اعتاد ان رقم 16 اعتاد ان هو يغنى اغاني 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 جميلة اعتاد ان بيجي بعدها المصدر بتاع الفعل احزف الاس وهدي بقى يعني يغني جاي بعدك صفحة 24 وبرده الاس اللي بتاعتي عليها لانجي ودجي على اللغويات وقاعدة وقاعدة اف الشرطية القاعدة التانية يقول هنا اف او اين لو جاي بعدها ايه بيجي بعدها ماضي بسيط الجملة التانية بتكون ود او قد والا والمصدر ود او قد زائد المصدر بتاع الفعل وده في حالة الاحتمال مثلا تشوفوا بقى دلوقتي عندي هنا اول سؤال نبدأ نحل اسئلة وانطبق مع بعض القاعدة بتاعتنا اف او لو جاي بعدها ماضي بسيط يبقى الجملة التانية كود او ود والمصدر ولو الجملة التانية جات مثلا ود والمصدر يبقى اللي بعد اف على طول او وهو ماضي بسيط اول سؤال بيقول اي نقط مرتين لو كان عندي وقت اكتر اي اي ود ريد وضو المصدر طالما عندي وضو المصدر يبقى الجملة الاولى ماضي بسيط الماضي من هاف وهو هاد بعد كده اف اي شاط ذاتور لو هو يغلق الباب ذاتيف اللصوص انتو ذا هاوس يعني مش هيقدروا ان هما ايه مش هيقدروا ان هما يدخلوا للبيت يبقى عندي هنا يبقى عندي ايه مش هيقدروا ان هما يدخلوا البيت يبقى عندي هنا بعد يبقى عيني على الرابط بعدها شاط من الافعال هي سبتة معايا جملة كده ماضي بسيط يبقى بحط عيني على الجملة الكاملة وشوفوا الجملة التانية هتكون ايه يبقى وضو المصدر طب هي منفية مش هيقدروا المنزل يبقى وضن وضن والمصدر يعني يقطحم رقم ثلاثة او لو هو يدرس يعني او يذاكر هي نقط هيجيب درجات ايه هيجيب درجات عالية يبقى عندي هنا قاعدة اف جملة ماضي بسيط يبقى الجملة التانية وضو المصدر يبقى وض جت سوف يحصل على وض والمصدر وض جت رقم اربع بيقول هنا ايه اف هي نقط ستوب سموكن لو يتوقف يعني عن التدخين هي عايز يعني كان محتمل انه انه يكون عنده اذا لم يتوقف عن التدخين كان محتمل انه يكون عنده مشكلة صحية يبقى بعد اه نشوف الجملة التانية لانها وضو المصدر يبقى الجملة الاولينية ماضي بسيط ماضي بسيط مع الفاعل التصريف التاني الفاعل التصريف التاني من وهو ايه تصريف التاني من وهو يبقى هنا يبقى ها تبقى ايه او اذا لم يتوقف عن التدخل يبقى انا عايزها منفية يبقى هنا بنفي بايه في الماضي بالمصدر يبقى اذا لم يتوقف عن التدخل كان محتمل ان هو يصاب ايه يصاب بمشاكل او عنده مشكلة صحيح رقم خمسة وات نقطة ايه كان محتمل تعمله لو فقط وضيعت المحمول بتاعك في الحديقة يبقى عندي هنا قاعدة ايه جابلي بعدها ادي ماضي بسيط عندي هنا الجملة التانية ماضي بسيط يبقى الجملة الاولى والمصدر يبقى ايه اللي كان محتمل ان انت تعمله يبقى رقم تسع بيقول هنا ايه رقم ستة اف وي نقط مور طايم لو كان عندنا وقت اكتر كان ممكن نزور الايه ميوزيوم المتحف الجملة التانية عندي هنا ايه والمصدر يبقى الجملة الاولى ماضي بسيط الماضي من هاف وهو هاد رقم سبع اف وي لفد ان اليكزندرية لواشنا في الاسكندرية وي نقط كان محتمل نزور ونروح في الشاطئ آآ كله عطلة نهاية اسبوع يبقى عندي هنا اضر رابط اف يبقى بعدها وي لفد يبقى عندي هنا ادي التصريف التاني للفعل يبقى كده جملة ماضي بسيط يبقى الجملة التانية ايه يبقى الجملة التانية والمصدر يبقى والمصدر عندي رقم تمانية اف اي نقط انتراب لو كن في مشاكل يعني ممكن تساعدني الجملة التانية نلاحظ عندنا هنا وضو المصدر بس عشان هي سؤال جاب لي وضو الفعل والمصدر يبقى الجملة الاولى بعد الرابط اف وهو ماضي بسيط الماضي من ايه الماضي من آآ من بي وازقور وفي الحالة التانية من حالات اف الشرطية ممكن بستخدم مع اي فعل يبقى اف اي وير لو انا كنت رقم تسعة بستخدم مع اي فاعل في الحالة الشرطية التانية رقم تسعة يعني لو كان موجود اشجار اكتر على على الساحل هيكون في فايدانات اي هيكون في فايدانات اقل يبقى عند الجملة التانية وضو المصدر يبقى الجملة الاولى ماضي يبقى اف ذير بعد الر هتبقى ايه بعد الر هتبقى وير عايزينها في الماضي رقم عشر اف وي هاد مرض ماني لو كان عندنا نقود اكتر يبقى عند اف جالي بعدها ماضي بسيط اهو يبقى الجملة التانية وضو المصدر اه بس احنا قلنا انا عندي هنا بدل كان هتيبقى قد وي قد كان ممكن باي نشتري ذات لو كان معنا فلوس اكتر كان ممكن نشتري سيارة جديدة رقم حداشر اف وي نقط انهار جادة لو بناش في الغرداء كان محتمى نروح للشاطر الجملة التانية وضو المصدر يبقى الجملة الاولى ماضي بسيط الفايل عندي ان الافعال المنتظمة هنضف فقط حرف دي للفايل لانه هو بينتهي بالاين رقم اتناشر شي نقط يعني عالمة ايه يعني بي ايه عالمة بيقية لو ما كانتش بتحب لو ما كانتش بتحب الطبيعة يبقى ما كانتش هتكون عالمة بيقية لو ما كانتش بتحب الطبيعة يبقى عندي هنا الرابط اف جالي بعدها ايه ماضي بسيط منفي ولو يبقى الجملة الاولى وضو المصدر عايزها منفية يبقى يعني كان محتمل ان هي ما تكونش ايه اللي كان محتمل تعمله لو حصلت على وظيفة في مدينة تانية او مدينة مختلفة يبقى عندي الرابط اف جالي بعدها ايه ايه يو والتصريف التاني يبقى جالي بعدها ماضي بسيط يبقى دي لحالة الشرطية التانية يبقى عندي قبلها وال ايه والفعل والمصدر تاني ما ده سؤال يبقى بدل ولا هديبقى وض رقم اربعتاشر طارق وض باس ذاتس يعني كان محتمل ينجح ويكتازي الامتحان افي نوقت يعني لو كان هو زاكر هاردر يعني بجد اكتر يبقى عندي هنا قاعدة اف جالي قبلها وض والمصدر يبقى بعدها ماضي بسيط الماضي من وهو ستا دد السؤال رقم خمس تاشر بيقولي هنا كرة الطائرة تيم الفريق بتاعها كان محتمل يفوز بالمباراة اف ذاي نقط بتار بلايرز لو كان فيهم او كان موجود في هذا الفريق لاعبين بتار يعني افضل يبقى انا عند الرابط عيني عليه اشوف كده الجملة الكاملة معايا الجملة الكاملة لقيتها وض والمصدر يبقى الجملة اللي بعد اف ماضي ايه ماضي بسيط الماضي من هاف وهو هاد لو كان عندهم لاعبين افضل رقم ستاشر اف اي نقط الاوروبية عشان يعني ان انا ادرس او للدراسة يبقى عندي هنا اف الجملة اللي بعدها وض والمصدر يبقى الجملة الاول ايه كانت ماضي بسيط و لاستخدام النصيحة بستخدم مع اي فاعل يبقى لو انا منك او لو انا مكانك ان شاء الله ناخد مع بعض الوقت الجنرال الكسرسيزي استدريبات عامة على الدرسين الاول والتاني بداية من صفحة مية خمسة وعشرين اول سؤال بيقولي فانش اذا فالوان دايلو قم بانهاء الحوار ايه تالي اول سطر ده بيكون مهم جدا يقولي اشرف اس توكينج تو هز كلاس ميت فادي اشرف يتحدث الى زميل الضراسة زميله في الضراسة اللي هو مين اللي هو فادي بيتكلوم مع بعض عن توفير الايه عن توفير الكتريستي عن توفير الكهرباء اشرف بيقوله جود مورنينج فادي رد علي التحية جود مورنينج اشرف اشرف فادي what do you think of our listen today ايه رأيك في الدرس بتاعنا اللي احنا اخدناها النهاردة فادي قال له حاجة وقال له what should we do ايه بقى اللي نعمله عشان نوفر الكهرباء طبعا اكيد قال له ايه اعتقد ان هو بيكون رائع يبقى ايه اعتقد طالما بيتنقش مع بعض في الموضوع يبقى الموضوع عجبه يبقى ايه اعتقد ان هو رائع it is fantastic اعتقد ان هو رائع فبيقوله ايه اللي نعمله عشان نوفر الكهرباء اشرف قال له حاجة فادي انا دايما بطفئ الانوار before leaving any place قبل ما غادر اي مكان يبقى هنا اشرف كان بيقوله ايه يبقى هنا اشرف كان بيقوله نفس الكلام المفروض ان احنا نطفئ الانوار قبل ما نغادر اي مكان يبقى ويه شاط ينبغى علينا ويه شاط ينبغى علينا وكمل بقى ان احنا نطفئ the lights الاضواء before leaving any place قبل ما نغادر اي مكان يبقى هنا الى الجزء ده كده فو يبقى turn off the lights ان احنا نطفئ lights الاضواء before قبل ايه قبل leaving قبل مغادرة any place اي مكان قبل ما نغادر اي مكان قال له ان انا دايما بطفئ الانوار وبيسأل ويسأل اشرف قال له we can also depend on the sunlight كمان لازم نعتمد على ضوء الشمس during the day اثناء النهار and don't use electricity وما نستخدمش الطاقة يبقى هنا هيقول له ماذا ايضا ايه ثاني نقدر طبعا احنا نعمله what else can we do what else ماذا ايضا بعد كده الفعل المساعد عندي من الاجابة هياخده كان وهتطلع لي في السؤال زي ما هي هتبقى we وبعد كده الفعل في المصدر دو ايه ثاني نقدر ان احنا دو نعمله هيقول له طبعا نعتمد على ضوء الشمس اثناء النهار وبيسأله سؤال فادي قال له I suggest انا باقترح turning off the devices ان احنا نطفئ الاجهزة that we don't need اللي احنا محتاجينها يبقى هنا هيسأله يقول له ايه هيسأله يقول له ماذا ايضا انت بدأ اقترح يعني يا فادي يبقى what else ماذا ايضا ايه ثاني بعد كده عندي هنا suggest الفعل بتاع في المصدر يبقى الفعل مساعدة هيبقى دو واي هنا في الاجابة بتطلع لي في السؤال هتيبقى يو بعد كده الفعل في المصدر suggest ايه ثاني اللي انت بتقترحه يا فادي تمام قال له هنا انا باقترح ان احنا نطفئ الاجهزة اللي احنا مش محتاجينها طبعا هنا هيقول له ايه you're right انت محق you're right انت محق نجي بعد كده سؤال read and complete اقرأ واكمل وبيجيب لي كده كلمات بوظفها داخل النقاط بيقولي I want to do something انا اريد ان افعل شيء عشان احمل ايه احمي البيئة بتاعتنا اللي احنا عايشين فيها if we share and keeping لابنا تشارك في الحفاظ على environment البيئة clean ونقاط healthy life هنحي حياة صحية با عندي هنا قاعدة if جالي بعدها ايه جالي بعدها مدارع بسيط طالما جالي بعدها مدارع بسيط طالما جالي مدارع يبقى دية الحالة الشرطية الايه الحالة الشرطية الاولى لو احنا نتشارك في الحفاظ على البيئة يبقى وي ايه يبقى الجملة التانية ايه طالما الجملة الاولى مدارع يبقى الجملة التانية هتكون مستقبل بسيط يبقى ورغو المصدر يبقى ويالهاف هيكون عندنا ويال هاف نتشارك للبيئة وكمان بيفضل في البيئة للسنوات طويلة ويكان بقى نقدر نشتر نقط شوبينج باكس حقائب تسوق ايه ممكن بقى نشتر حقائب تسوق ايه حقائب تسوق ريوزابول قابلة لاعادة الاستخدام نقدر نستخدمها مرة تانية ريوزابول قابلة لاعادة الايه الاستخدام بيقوله هنا كمان بيقول هنا ايضا كذلك نستخدم الاكواب او الفناجل بتاعت القهوة المصنوعة من الخيزران ده بيكون مستدام وصديق للبيئة ولا يلوث البيئة ولا يلوث رقم واحد فيه لسنة الاختيرات ده شيء زجاجي احنا بيولد لنا يعني او بيكون موجود فيه كده لايتس الاضواء ايه بقى اللي بيحاول الكهرباء لضوء وبيمنحنا الضوء طبعا يقصد هنا لها المصابيح المصابيح الضوء ولمصابيح الكهربائية رقم اتنين إحنا ينبغى علينا ان احنا يكون عندنا ايه مستدام يكون عندنا تنمية مستدامة يكون عندنا تنمية مستدامة كلمة ايه بقى اللي بتسويها ايه اللي بيسوي كلمة مستدام طبعا متجدد يعني متجدد حاجة مستدامة حاجة يعني متجددة بعد كده عندي صفحة 126 والسؤال رقم 3 ارتفاع يقولي هنا الارتفاع الاسعار بيكون مشكلة في دول كتيرة في جميع انحاء العالم بتكون هي المراضف من ايه ايه بقى اللي بتسويها في المعنى رايز يرتفع بتسوي انكريز يعني معنى كده ان الاسعار ديت بتزيد رقم 4 يشهد give up smoke لازم ان انت تكلع عن التدخين the interim of give up الانتنم وهو المضاد من كلمة يكلع تبطل حاجة او تكلع عن حاجة عكسها هي ان انت تستمر في فعل هذا الشيء يبقى يستمر عكسها يستمر continue رقم 5 نقط دي بتكون النباتات اللي احنا بنزرعها طبعا النباتات اللي بنزرعها هيقصد هنا اللي هي المحاصيل دي اللي هي المحاصيل الزراعية رقم 6 اللي هي توربينات او محرجات الرياح حل قص بتساعدنا اجت الالكترس ان احنا نحصل على القهرباء which is a or a not a source of energy اللي هي بتكون مصدر ايه ليه انرجي ليه الطاقة طبعا هنا طاقة ايه بقى طبعا القهرباء دي بتكون مصدر من مصادر الطاقة اللي هي رينيوابل اللي هي المتجددة اللي هي توربينات الرياح الطاقة اللي هي مولدة من توربينات الرياح دي بتكون طاقة رينيوابل يعني طاقة متجددة بعد كالسؤال خاص بالتصحيح لم يعتاد أنه يستيكز متأخرا لما كان صغير لم يعتاد أن في الماضي ويجيب لي يبقى بقى عندي لأنه أنا بتكلم بقول لم يعتاد أن في الماضي يبقى رقم اثنين نقط عايز يقول لي هنا إيه أنا عند الرابط الرابط هنا عليه جري بعد منه ماضي بسيط يبقى الجملة الأولى وضو المصدر يبقى واض وعندي هنا الفعل عندي بقى المصدر وهو يعني يستمتع يبقى هزفل يبقى واض شي يعني هل كان محتمل إن هي تستمتع بوقتها لو هي كانت معنا رقم تلاتة اللي هو مين اللي هم أجدادي نقط to live اعتاد أن هما يعيشوا on a farm اعتادوا يعيشوا في مزرعة when they were young لما كانوا صغيرين اعتاد أن في الماضي used to المصدر هو جاب لطول المصدر بقى فقط used بدل used هتيبقى used اعتاد أن في الماضي رقم اربعة if he came to the club لهو أتى لي النادي يبقى عندي هنا ادي اف ادي الرابط بتاع هنا على الجملة التانية طبعا دي ماضي بسيط يبقى الجملة بعدها وضو المصدر يبقى i would play with him كان محتمل أن أنا ألعب معي يبقى وضو المصدر would play هذه المصدر بتاعي play رقم خمسة افحاتهم نقط بيزي يعني لو ما كانش مشغول he would go out with his friends كان محتمل يخرج مع أصدقائه الجملة التانية عيني عليها لقيتها ايه وضو المصدر طالما عندي وضو المصدر يبقى الجملة الأولى ماضي بسيط أنا عايزها منفي يبقى بدل ايه بدل أنا عندي حاتم مفرد بياخد واض طبعا فيها تبقى وازن 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 يبقى وازن لاثنين صح عايز نكتب بعد كده عن تغير المناخ climate change وده متجاوب عندي في نهاية الكتاب وكمان إن شاء الله قدم لكم قريب جدا أهم باراجرافات هامة ومتوقعة لمنهج الصف الثالث الاعدادي الترمي التاني إن شاء الله ناخد مع بعض بالوقت تدريبات على الدرسين الثالث والرابع بداية من صفحة 133 جايب لي هنا بيقول لي exercise أول سؤال خاص به الاختيارات رقم واحد نقاط control control يعني يتحكم ده بيكون عبارة عن جهاز بيساعدك إن تتحكم وتتعامل مع التلفزيون على سبيل المثال إيه الجهاز اللي بيساعدك تتحكم في التلفزيون طبعا اللي هو جهاز التحكم عن بعض رقم اتنين نقطة انيرجي الطاقة طاقة طبيعية اللي هي يعني لا تختفي يعني ما بتخلصش أو تتحرق لما بتستخدمها طبعا يقصد هنا الطاقة اللي هي الطاقة اللي هي متجددة رقم ثلاثة درسي سهل أنا هشرحه لك يعني سهل بتجيب لي المراضف من إيه الكلمة اللي بتسويها في المعنى حاجة سهلة يبقى حاجة حاجة بسيطة بعد كده استوى الرقم أربعة أنا شفتي في الضخمة كلمة ضخمة منزي تعني إيه اللي بتسويها في المعنى كلمة ضخمة بتسوي هيو جي برضو ضخمة في الحجم رقم خامسة another word for make or create كلمة make يصنع أو create ينشئ ويبدع ويبتكر عايزين كلمة ثالثة بتسويهم وهي كلمة produce يعني ينتق دي كلمة ثالثة اللي بتسويهم في المعنى عندي بعد كده صفحة 134 والسؤال رقم 8 6 اللي هما والدي عفن غالبا agree with me on the suggestions suggestions اللي هي الاقتراحات يعني غالبا يعني ما بيبقوش متفاقيل معايا في الاقتراحات that was طيب ان انا اضيع او اهدر الوقت بتاعي what is the missing perfect ايه بقى البادئة اللي هي مش موجودة حروف ايه هاجبها هنا طبعا dis عشان تبقى disagree يعني ما بيكونوش موفقيني يعني بيكونو غير متفقين معايا في الاقتراحات اللي انا بقولها ان انا اضيع وقت اي اقتراحات ضيع للوقت مش متفقين معايا فيها رقم سبع if you not to do something you will definitive definitely do it يعني عايز يقول هنا ايه ايه انا عندي قعدة ايه هنا من دي الحالة الشرطية نشوف بقى الجزء التاني منها جايب لي will you will definitely do it يعني will والمصدر يبقى انا عايزة استخدم الحالة الحالة الشرطية الاولى يبقى if you وبعد كده عايزين الحالة الاولى هتيبقى ايه مضارع بسيط مضارع بسيط طبعا هو طبعا نجيب لي هنا كله في المصدر في المصدر يبقى انا هاخد على حسب المعنى لو انت توعد او تدوعد بان انت تعمل شيء يعني ضروري جدا ان انت تعمل هذا الشيء المصنع ده لا ينتج اي بلوشن اي تلاوث ما بيسببش تلاوث ده بقى بيكون مشروعي مصنع ما بيعملش تلاوذي بقى كده مشروعي مشروع بيكون يعني الصادق للبيئة رقم تسعة يعني يصلح هو بيكون مهر جدا في اصلاح السيارات ايه بقى اللي بتسويها طبعا برضو بمعنى يصلح او في اصلاح السيارات رقم عشرة نقدر نستخدم عشان احنا ننتج الطاقة طبعا توربينات او محرجات الرياح عشان ننتج منها الطاقة رقم حداشر بيقول هنا في الاماكن المشمسة يقدر يحصلوا على القهرباء من الطاقة ايه طبعا من من الطاقة الشمسية اللي هي الطاقة الشمسية رقم اثناشر او دي بتكون كارثة طبيعية بتعمل مشكلات كتيرة وكمان ضمار ايه بقى الكارثة الطبيعية بتعمل مشكلات وضمار طبعا يقصد هنا ارثي كوك اللي هو ايه ده اللي هو الزلزال الجرسة طبعية بتعمل ضمار وبتعمل مشكلات كتيرة بعد كده التعريفات رقم 13 النقط ايه 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 المكينة اللي بتجعل الهواء في الغرفة ممكن يكون بارد او دافئ طبعا يقصد هنا اير كونديشنينج اير كونديشنينج اللي هو مكيف الهواء اللي هو التكيف يعني رقم 15 بيقولي هنا و احنا بنضيف اللاحقة حروف كده في نهاية الكلمة عشان نكون الاسم من الفعل يعني ينظم يبقى عايزين نكون منها لايه نكون منها الاسم طبعا هدي بقى اللي هو المنظم نفسه او التنظيم يبقى بقى يبقى لما نجيب لي هنا في الاختراض يبقى اللي هو التنظيم كده انا جبت منها الاسم البادئة حرف كده بيجيلي في بداية الكلمة كان ممكن ان انا استخدمها عشان اجيب منها العكس من كلمة يعني غالي عايز اجيبها عكس هيبقى يعني رخيص او غير غالي معنى رخيص السمن او غير غالي السمن رقم 17 يعني عندي هنا المضاد من كلمة خائف او مرعوب العكس منها ايه شخص خائف يبقى التاني ايه بيكون شجاع رقم 18 الرجل الحديد عنده طاقة كده خاصة طاقة او عنده قوة خاصة عشان يساعد الناس بمعنى خاص او بيمتالك بتسوي كلمة بمعنى لديه او يملك او عنده رقم 19 لانه يعني يتوقع ما كانش متوقع ان هو يشوفنا اليوم يبقى هو كان مندهش ومتفاجئ مندهش ومتفاجئ لما شفنا ما كانش يتوقع ان هو يشوفنا النهاردة السؤال بعد كده رقم 20 صفحة 135 بيقول هنا هو بيقضي عطلة نهاية الاسبوع او عطلة نهاية الاسبوع هايز يقول هنا يعني يتجول كده في المدينة ان شاء الله ناخد مع بعض الوقت تدريبات على الدرسين الثالث والربع بداية من صفحة 137 اول سؤال بيقول لي بانهاء الحوار التالي اول سطر ده معايا بيكون مهم جدا سامي وانهاني سامي وانهاني يتحدثان حدثاني عن اجازة منتصف العام سامي بيقول له هاي where will you spend the mid year هل دقي هتقدر اجازة نصف السنة فين هنا قال له ان اسوان في اسوان وبيسأله سؤال سامي قال له will the weather is fine in اسوان حسنا التاكس جات في اسوان who will you go with من اللي هيروح معك يبقى هنا طالما بيقول له هنا ايه بيسأله او بيقول له على حالة التاكس يبقى يقول له هنا ايه what is the weather like ايه حالة التاكس what is the weather like ايه حالة التاكس قال له التاكس بيكون جميل وهنا من اللي هيروح معك هانه قال له حاجة فسامي بيسأله سؤال هانه قال له we will stay at my uncle's house احنا سوف نقيم في شقة عام يبقى ممكن مسلا يقول له انا رايح مع عائلتي يبقى i انا will go سوف اذهب with my family مع عائلتي with my family سوف اذهب مع عائلتي سامي بيسأله قال له سوف نقيم في شقة عام يبقى اين سوف تقيمه يبقى هنا كلمة الاستفهام where وعندي هنا الفائل المساعد هاستخدمه هنا اقعدوا كده من الاجابة will وبعد كده الفاعل هنا قوي هتطلعلي في السؤال هتبقى يوب معنى انتم وبعد كده الفاعل في المصدر وهو stay where where you stay اين سوف تقيمه قال له في شقة عامي هنا سامي بيقوله how long will you stay there كامل مدة اللي سوف تقومها هناك ممكن مسلا يقوله ايه هنقيم لمدة اسبوعين يبقى I will stay انا سوف اقيم four يعني لمدة two weeks يعني اسبوعين ولا قلت four two weeks صارة طول كده بس برضو اجابت مصبوطة هنا هيقوله ايه have a nice trip اتمنى لك رحلة سعيدة هيقوله طبعا thank you شكرا لك شكرا لك السؤال اللي بعد كده سؤال آآ سؤال read and complete اقرأ واكمل ويجيب لك كده كلمات باخدها ووظفها داخل النقاط a large factory in دنمارك مصنع كبير في الدنمارك has an expensive way بيكون له طريقة مش غالية of producing renewable energy لانتاج الطاقة المتجددة اتبيرنس رابش بيحرك الكمامة ايه في the factory لو المصنع ايه بيرنس رابش يحرك الكمامة القمامة دي كان محتمل هي تروح لموقع او مكب النفايات عندي هنا الجملة التانية بعدها اللي هي المصدر يبقى الجملة الاولى ايه الجملة الاولى ماضي بسيط طب عايزينها ما نفي بنفي في الماضي البسيط بي didn't والمصدر هو جايب للمصدر يبقى انا هاختار هنا ايه اختار يعني لو المصنع ده didn't burn ذربش لو محركش الكمامة الكمامة دي كان محتمل هي تروح للاندفل سايتس مكب او مواقع مكب النفايات دي باي برنينج ذا ربش وعم طريق حرك القمامة ذا فاكتوا للمصنع نوعة enough electricity بيوفر طاقة كهربائية بتاكفي لي 150,000 هومز لمية وخمسين الف ايه مية وخمسين الف بيت عايزين نقول هنا بيونتك بيونتك يعني بروديوسيس المصنع ده بيرديوسيس بيونتك كهرباء كده بتقضي 150,000 بيت بيقول لي هنا if the factory burned fossil fuels لو المصنع ده بقى احرك الوقود الحافري to make this نوعة عشان ينتج هذه الطاقة it would produce a lot more green house نوعة كان ممكن هو ينتج كتير من غازات الاحتباس الحراري يبقى لو المصنع ده احرك فاصل فيرز الوقود الحافري to make this عشان هو ينتج هذه الايه الالكتريستي عشان ينتج هذه القهرباء كان محتمل ان هو ينتج ايه غازات اا غازات احتباس حراري اكتر يبقى more green house جازز السؤال خاص بالاختيرات نقط ان انت يكون عندك قدرة كده قدرة خاصة كده في فعلة واداء الاشياء طبعا دي اسمها ايه قوة رقم اتنين توجد عشان نجيب المضاد من اصطفة يعني غالي السمن احنا بنضيف البادئة بنضيف حروف كده ايه في البداية طبعا بنضيف لها العشان تبقى يعني غير غالي السمن او رخيص يعني هنا المشكلة تبدو ان هي ايه معقدة يبقى هي مش ايه طالما شيء معقد يبقى مش سهل يبقى المشكلة ديت مش بسيطة ومش سهلة عندي هنا صفحة 138 السؤال رقم اربعة هذا المصنع بينتمي لي او بيخص هي هي بتملك هذا المصنع يعني يخص بيخص او بيكون ملكها يبقى بتسويها بتملك رقم خمسة نقطة ان انت تقول ده انا هعمل الشيء ده يبقى انت بتدي ايه يبقى انت بتدي وعد يعني يوعد رقم ستة بيقول هنا ينبغى لنا ان احنا نستخدم بطاريات يعني قابلة لاعادة الايه قابلة لاعادة الشحن ممكن نشحنها مرة تانية نقدر نحن نشحن هذه البطاريات مرة ومرة ومرة بعد كده السؤال الخاص بالتصحيح رقم واحد لو طاقة اقل نقط كان محتمل بيكونش عندنا التلاوث بنسبة عالية كده يبقى عندي هنا قاعدة نشوف الجملة الكاملة جايب لي والمصدر عليها يبقى الجملة الاولى يبقى الجملة الاولى عندنا هنا هتبقى ماضي بسيط عايزينها ماضي بسيط يبقى عندي هنا في الماضي البسيط بس مبني للمجهول لان الطاقة مش هي اللي هتستخدم لأ هيتم استخدامها يبقى وازو التصريف التالت لو تستخدم بشكل أقل يعني مش هيكون عندنا تلاوز أكتر رقم اتنين عايز يقول هنا لو ما كان بكره الطيران كان محتمل ان هو يسفر بالطائرة يبقى عندي هنا وضو المصدر يبقى الجملة الاولى ماضي بسيط يبقى الماضي البسيط من في المصدر يبقى اذا لم يكن يقرح لو ما كان ش بيقرح لو تاكل حلوة كتير طبعا جملتي هنا ادر رابط وبعدها ماضي بسيط كان محتمل يكون عندك اسنان ايه اسنان سيئة يبقى عايز اوض وض مصدر يبقى وض ايه وض هاف هاف رقم اربعة what would happen ايه اللي كان ممكن ان هو يحصل if زي نقط burn اذا ربش لو هما ما قاموش بحرك الكم ما عندي هنا قاعدة if الجملة اللي قبلها وض والمصدر يبقى الجملة اللي بعدها ايه ماضي بسيط ماضي بسيط منفي بدين والمصدر هو جايب للمصدر هنا بمعنى عايز اقول هنا لو يعني انت بدأت في تعلم لغة جديدة يعني ايه اللغة اللي محتمل ان انت تختارها كان ممكن تختار اي لغة بقى يبقى عندي هنا قاعدة if جال بعدها ماضي بسيط انا شفت كده خلاص انا عرفت ان جملة التانية وض والمصدر هنا طبعا عشان سؤال هيبقى وض والفاعل والمصدر بمعنى يختار يبقى بدل هتبقى وض عندي بعد كده السؤال الخاص بالكتابة ايه اللي ممكن تعمله عشان ان انت تساعد البيع ده مالجاوب عندي في نهاية الكتاب وكمان ان شاء الله قريب جدا هقدم لكم اهم باراجرافة هام ومتوقعة لمنهج اصطف الثالث الاعداد الترمي التاني ناخد مع بعض دلوقتي تدريبات على الدرسين الخامس والسادس بداية من صفحة 146 جاب لي هنا تدريب على المفردات واول سؤال معي خاص بالاختيرات رقم واحد في الاختيرات بتكون منطقة كده او مساحة من دولة او من بلد طبعا يبقى ايه منطقة يعني منطقة ده تعريف كلمة رقم اتنين ده بيكون شيء عشان ان احنا نحسن ده في قال ستوشن نحسن كده موقف صعب عشان نحسن موقف صعبي ان انش جاتي اللي هي مبادرة بنعمل مبادرة كده عشان نحسن موقف صعب انش جاتي في يعني مبادرة رقم معنى يعني يعني يصنع ينتج اللي بتساويهم تالت كلمة بتساويهم وهي كلمة يعني ينشئ او يبدع او يبتكر رقم رقم اربعة عشان نحن نجيب الاسم من الفعل فارم يعني يزرع او يحرث للارض الزراعية بنضيف اللاحقة حروف كده في الاخر هنضيف عشان تبقى الزراعة رقم خمسة البطاريات ديت ما بتكون خطيرة هي بتكون ايه تماما طالما عايزين بقى العكس بقى امنة ما بتكون ش خطيرة اكيد هي آمنة تماما او الى حد ما بعد كده رقم ستة ايه هي المزايا او السلبيات او الايجابيات بتاعة الشمسية كلمة بتجيب لي العكس العكس منها بنضف لها اللي هي العيوب او السلبيات عندنا صفحة 147 السؤال السابع انا لم اتوقع هذه اللي هي الهدية هي بتكون ايه جدا شكرا لك ده بتكون بتكون مميزة جدا او خاصة جدا بالنسبة لي رقم تماني ايجاب اس فالوف بيروف النوات مصري مليئة بايه جميل الناس بتستمتع بها كتير جدا مصري بتكون مليئة ب اللي هي المناظر الطبيعية رقم تسعة باور نوات او 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 ايه ايه يبقى اللي تعتبر المصانع اللي هي بتنتج الكهرباء مصانع تنتج الكهرباء باور ستيشن اللي هي محطات محطات ايه محطات الطاقة مصانع تنتج الكهرباء رقم المفضل بالنسبالي على التلفزيون بالامس مقابلة شخصية انترفيو مقابلة شخصية بتاخد قبلها ان بعد كده التعريفات دي بتكون منطقة فيها كتير من الالواح الشمسية اللي بتمدنا او بزودنا بالقهرباء طبعا يقصد هنا ايه سولار فارم اللي هي محطات الطاقة الشمسية رقم اتناشر نقط اي طرح اللي بيغير ويبدل منطقة كده يخليها ايه صحراء طبعا ده تعريف اللي هو التصحر رقم ترتاشر بتبدو جميلة في الفستان الجديد بتاعها العكس من كلمة جميل عكس جميل ايه طبعا سهلة جدا عكسها وهي اجلي يعني شيء قبيع شيء جميل عكس شيء قبيع بعد جده رقم 14 الانتنم وهو المضاد المضاد من كلمة كليا طبعا شيء يبقى عكسه يعني جزئيا شيء جزئيا ده الانتنم العكس 15 15 عشان انتا تحصل على الصفة من الفعل جرو جرو بمعنى هنا ينمو او يزرع ويأ ذا صفكس احنا بنضيف اللحقة حروف كده في الاخر ايه هتبقى جروين جروين هنا بمعنى ايه جروين هنا بمعنى متزايد كده انا جبت الصفة منها رقم 16 when you write down something لما انتا تدون شيء او تسجل شيء this means that you not it يبقى انت عملتوني record يبقى انت سجلت هذا الشيء يبقى write down بتساوي record رقم 17 he plays he always me i can talk while he is talking ما اقدرش اتكلم هو بيتكلم ده هو دايما interrupts me يقاطعني كل ما جاتكلم يتكلم بيقاطعني في الكلام يبقى يقاطع interrupt رقم 18 he does his best to make his project better هو بس القصرة جهده عشان يخلي المشروع بتاعه افضل he tries to not it يبقى بيحاول ان هو improve ان هو يحسن من هذا المشروع رقم 19 they are not a survey دراسة او استطلاع on wildlife on africa عن الحياة البرية في ايه الحياة البرية في افريكا كلمة survey دراسة او استطلاع رأي بتاخد معها دو رقم 20 نقط my opinion عايز يقول هنا in my opinion يعني في رأيي money makes life gone النقود دي بتجعل الحياة تستمر يبقى يعني في رأيي يعني في رأيي بعد كده هنا عندنا صفحة 148 بيقول complete the foreign dialogue اكمل الحوار التالي او الصوت دا بيكون مهم جدا بيعرفت المحادسة تتكلم عن ايه بيقولي هنا a discussion about building a power station outside the town يعني بيقولي هنا دي بتكون منقشة المناقشة دي بتكون عن building يعني عن مبنى a power station محطة للطاقة outside the town عايزين يبنوا كده او عن بناء محطة للطاقة خارج outside the town خارج المدينة هنا apsl hi what do you think of the plan to build a power station outside the town ايه رأيك في خطة ان احنا نبني power station محطة للطاقة خارج المدينة بيردع له وقال له حاجة فهنا apsl وقال له because it will give us more electricity and jobs هتوفر لنا كهرباء وكمان وظائف الناس تشتغل هيقوله هنا اعتقد ان هي خطة رائعة يبقى i think يعني اعتقد i think اعتقد it's a good plan انها خطة رائعة it's a good plan هنا بيسأله طبعا اكيد هيقوله لماذا لانه بيقوله لانه توفر الكهرباء وتوفر وظائف يبقى ليه انت بتعتقد كده why do think so لماذا تعتقد ذلك why do you think so ليه انت بتعتقد ايه بتعتقد ذلك هنا ايه بيسأله ثاني for me بالنسبة i don't agree that it's a good thing بالنسبة لي اما ما افتكر شيني دي حاجة جيدة فهنا بيقوله why don't you agree ليه انت بقى مش موافق فهنا بيقوله حاجة فهنا هرد وقال له ايه birds fossil fuels بيحرق الوقود الحفري يبقى هنا ايه قال له ايه لان هنا المحطة بتاعت الطاقة دي هتحرق الوقود الحفري هنقول هنا طالما قال له why هنقوله هنا because لان ونكتب الكلام اللي هو ردده هنا تحت كده بيردد الكلام بتاع ايه يبقى هنا يقوله هنا ايه zm لان محطة الطاقة دي بتحرق الوقود الحفري يبقى zm محطة الطاقة يعني بتحرك فاصل لان هي بتحرك الوقود الحفري فانا بيقول لازم فقط ان احنا نستخدم الطاقة الايه المتجددة يبقى ايه المفروض نستخدمه ايه المفروض نستخدم ما او ماذا باخد الفعل المساعد او النقص معي من الاجابة وهو وبعد كده عندي هنا الفاعل الفاعل وهو بيطلع لزي ما هو وبعد كده الفعل في المصدر المفروض نستخدمه قاله الطاقة المتجددة طبعا هيقوله انت محق او على حق انت على حق ان شاء الله ناخد مع بعض دلوقتي جانرالكسر سيزي استدريبات عامة على الدرسين الخامس والسادس من الواحدة التسعة بداية من صفحة 149 اول سؤال بيقولي finish the following dialogue قم بانهاء الحوار ايه التالي واول سطر ده بيكون مهم جدا بيعرفني المحادسة بتتكلم عن ايه بيقول لي حمزة invites his cousin invites يعني يدعو حمزة بيدعو ابن عمه safe to his birthday party لحفلة ايه عيد الميلاد هنا حمزة بيقول له hi safe i would like to invite you to my birthday party احب بدعيك لحفلة ايه ميلادي safe قاله ايه قاله wonderful رائع how old will you be هيكون عمرك قد ايه ممكن يقوله بقى اي عمر طالما قاله great رائع ما جابش عمره محدد يبقى مثلا يقوله ان ايه i will be fifteen هيكون عمري كام هيكون عمري خمستاشر سنة يبقى i will you هتبقى i will i will والمصدر i will be i will be انا هيكون ايه هيكون عمري fifteen خمستاشر سنة ناس ايه بيقوله great رائع وبيسأله حمزة قاله it will be next sunday evening هيكون الحفلة دي مساء يوم الاحد القادم ويسأل سؤال سيف قاله certainly بتأكيد i will come انا سوف اأتي عايز يقوله هنا ايه ايه الهدية اللي انت تحب ان انت تاخدها في مناسبة عيد ميلادك يبقى طبعا طالما قاله بالتأكيد انا هاجي او سوف اأتي يبقى هنا طالما قاله بالتأكيد يبقى السؤال كان بهال بدل i will come هتبقى will you come will معنى هل سوف وعندي هنا i بتطلع لي فوق في السؤال بتبقى you وبعد كده الفعل في المصدر come will you come يعني هنا ايه هل سوف تأتي عندي هنا السؤال اللي التاني رقم اتنين احنا ننسيناها بيقوله هنا ايه i او it will be next Sunday evening الحفلة دي هتكون مساء يوم الاحد القادم يبقى امتى هتكون الحفلة متى يعني when وباخد الفعل المساعد بتاعي او الفعل النقص بتاعي من الاجابة يبقى will يبقى when will وبعد كده it اللي هي ايه الحفلة your birthday ويبقى when will your birthday your birthday party ونكمل بقى الفعل في المصدر when will your birthday party امتى هتكون حفلة عيد ميلادك يبقى الفعل في المصدر وهو بيه قال له هتكون يوم الاحد القادم will you come هل سوف تأتي قال له certainly بالتأكيد I will come انا سوف اأتي what present would you like to have for your birthday تحب ان انا اجيب لك ايه في حفلة عيد ميلادك ممكن مسلا يقول له ايه ما جابش حاجة محددة حتى بعد كده سأله قال له who will come with you من اللي سوف يأتي معك ممكن يقول لا شكرا انا مش عايز ايه شيء يبقى thank you I don't want anything thank you شكرا لك شكرا لك I don't want anything thing انا لا اريد اي شيء who will come with you من اللي هيجي معك من اللي هيجي معك الحفلة او من اللي سوف يأتي الى الحفلة ممكن يقول له مثلا كل العائلة كل العائلة سوف تأتي all the family كل العائلة welcome سوف تأتي هنا سوف بيقول هذا يبدو رائع نجي بقى نكمل الجزء الخاص بايه بريد ان كمبليت اقرأ واكمل بيجيب لي كده ست كلمات باخدهم ووظفهم داخل النقاط بوظف منهم فقط اربع كلمات بعض الناس like living in a big cities بيحبوا العيشة في المدن الكبيرة and other people وناس تانية don't like it ما بتحبش العيشة في المدن but I think that living in big cities is very difficult now بيقول يعني شخصيا انا بعتقد ان المعيشة في المدن الكبيرة العيشة في المدن الكبيرة دي بتكون صعبة جدا ناو الان شخصيا يعني ايه بيرسونالي يعني شخصيا رأيه يعني رأيه الشخصي بيرسونالي شخصيا بيكمل هنا بيقول in my نقط عايز يقول يعني في رأيي in my opinion في رأيي هيبدأ بقى يقول رأيه في رأيي in my opinion living in the country العيشة في the country العيشة في الريف is much quieter بتكون اكثر هدوءا cleaner نضيفه اكتر and healthier وكمان صحية اكتر our grandparents اللي هما ايه اللي هما اجدادنا نقط to live in villages اعتادوا ان هما يعيشوا في ايه اعتادوا يعيشوا في الكرة اعتادوا ان في الماضي طبعا used to والمصدر اعتادوا ان في الماضي used to اعتادوا ان هما يعيشوا في الايه في الكرة what do you know about that يعني عايز يقول لي هنا ايه رأيك بشأن او بخصوص هذا الموضوع يبقى what do you think about that ورأيك بخصوص هذا الموضوع يبقى think بعد كده السؤال خاص بالاختيارات بيقول لي هنا ايه رقم واحد if you not someone you speak to stop them from speaking لو انت بتعمل ايه لشخص ما معنى كده ان انت بتتحدث عشان ان انت توقف هذا الشخص عن التحدث تتكلم كده عشان توقفه وتقطعه ما تخلوش يتكلم انت بتعمل له ايه بتعمل له interrupt interrupt يعني يقاطع interrupt يعني يقاطع بتقاطع هذا الشخص بتمنعه وبتوقفه عن الكلام رقم اتنين the ticket includes breakfast ticket التذكرة التذكرة اللي احنا قطعناها ديك include بتجتمل بتجتمل على الافطار on the train على القطار the synonym of the word include synonym وهو المراضف المراضف ويه المعنى من كلمة include يشتمل بتسويها في المعنى ايه طبعا كنتين كنتين بمعنى يحتوي على يحتوي على او يشتمل لاتنين بيسوه بعض في المعنى عندي بعد كده صفحة مية وخمسين من السؤال رقم ثلاثة بيقولي هنا the prefix البادئة الحروف كده اللي بتجيلي في بداية الكلمة ايه the opposite of agree بتجيب لي العكس من كلمة agree يعني وافق عايزين بقى المعنى او عكس منها كلمة يرفض او غير موافق وهي disagree بتجيب لها هنا في البداية disagree يعني يرفض او غير موافق رقم اربع نوقة means يعني عايز يقولي هنا يعني او المقصود بيها ان هو منظر طبيعي بيعرض منطقة او مساحة من الايه من الارض ايه هي اللي بيعرض مساحة من الارض طبعا هنا اللي هو المنظر الايه ده تعريف المنظر الطبيعي رقم خمسة ايه رأيك فيه الخطة الجديدة كلمة يعني ما رأيك فيه similar in meaning بتتشابه في المعنى بتكون ايه بتتشابه في المعنى او بتتشابه في المعنى مع كلمة ايه what's your opinion about ما رأيك بخصوص ايه رأيك في الحاجة دي بتساوي ما رأيك ايه بخصوص هذا الشيء يبقى what do you think of بتساوي what's your opinion about رقم ستة we try to reduce pollution احنا بنحاول ان احنا نقلل ايه بنحاول نقلل للتلوث this means we try to make it يبقى احنا معنى كده بنحاول ان احنا نجعل التلوث ده ايه بنحاول ان احنا نجعل التلوث ده ليس يعني اقل الجزء الخاص بcorrect الجزء الخاص بيه التصحيح رقم واحد if i not enough time i would visit you. لو انا عندي وقت كفاية سوف اصورك عيني على الرابط بتاعي شوف كده الجملة الكاملة وضو المصدر يبقى عيني عليها خلاص عرفت كده دي اجاب لهنا وضو المصدر يبقى الجملة الاولى ايه الجملة الاولى ماضي بسيط الماضي من هاف وهو هاد لو كان عندي وقت كان محتمل ان نصورك رقم اتنين كان محتمل انك تساعدني لو كنت انا في مشكلة يبقى عندي هنا ايه عندي هنا ادي الرابط بتاعي في الجملة الكاملة وضو المصدر طبعا مجيبها لوضو الفعل المصدر لان ده سؤال يبقى المهمة عندنا في الاول خالص وضو المصدر يبقى الجملة اللي بعد اف هتبقى ماضي بسيط يبقى ايه هتاخد اف الماضي هتاخد واز رقم تلاتة اف يو كين ارلي لو تأتي بدري يو نقط مي او او لو كنت جيت بدري كان محتمل تقابل عمك يبقى عند هنا ايه عند هنا قاعدة اف جال بعدها ايه جال بعدها ماضي بسيط مجرد ما حطي عيني على الجملة السليمة الجملة الكاملة بعرف الجملة التانية هتكون وضو الايه وضو المصدر يبقى وض ميت وض ميت بعد كده رقم اربع اف اي نو ات يو لو انا مكانك اي وو جوين the football team كان ممكن ان انا انضحك بهذا جوين يعني ينضم او يلطحك كان ممكن ان انا انضم او انضم او انضحك لهذا الايه الليه تيم لهذا الفريق يبقى عند جملة تانية وضو المصدر خلاص انا كده عرفت الجملة الاولى يبقى الجملة الاولى ايه الجملة الاولى على طول ماضي بسيط طب في حالة النصيحة انا ممكن استخدم وير مع اي فاعل من ضمائر الفاعل يبقى اف اي و اف يو لو انا مكانك اف اي وير يو رقم خمسة اللي هم الطلاب مؤد بها ب كان ممكن هم يكونوا سعداء لو هم كانوا فازوا بال المسابقة يبقى عندي هنا ايه عندي هنا قدر رابط بتاعي بعد منها وان ماضي بسيط عارفت خلاص ادي مفتاح الاجابة بتاعتي يبقى الجملة التانية والمصدر طب هو جيبنا المصدر بقى انا هكتب هنا فقط ود عايز نكتب هنا ارفيو اوف ذا جريد جريم وال انشهد في مبادرة الجدار الاغضر الرائعة يبقى عندي هنا متجاوب اصلا في نهاية الكتاب وكمان ان شاء الله رايب جدا هتلاقي موجود علاقة القناة اهم براجرافات حما ومتوقع المنهج الصف الثالث الاعدادي الكرم التاني ان شاء الله ناخد مع بعض الوقت اختبار على الوحدة التاسعة بدايتها من صفحة 155 اول سؤال بيقولي وكم بانهاء الحوار ايه التالي بيقولي هنا ايه اول سطر دا جايبهولي بيكون مهم جدا بيعرفني المحادسة بتتكلم عن ايه يقولي عادل عادل يتحدث الى امير امير دا اللي هو بيقرأ ايه بيقرأ مقال المقال دا اصلا عن التلاوث يلا بقى نشوف عادل بيقوله امير ايه اللي انت بتقرأه طبعا امير احنا عارفنا انه هو بيقرأ مقال يبقى هيقوله هنا انا اقرأ مقال يبقى هنا يو هتحول الى اي واي بيجي معها ا بختصرها هتبقى اي ام بعد كده الفرب اي انجي ريدنج يبقى نفس زمن السؤال نفس زمن الاجابة السؤال بتاع مضارع مستمر يبقى الاجابة مضارع مستمر يبقى اي ام ريدنج انا ارتيقل انا بقرأ ايه انا ارتيقل يعني مقال خدت الاجابة منين من السطر الاول عشان كده بنقول السطر الاول ده بيكون مهم جدا عادل هنا بيقول. طب المقال ده عن ايه? عرفنا طبعا انه عن التلاوث. يبقى انه عن التلاوث. ده بيكون عن التلاوث. عادل بيس قال امير قال له نقدر نحن نوقف التلاوث ده عن طريق زراعة ايه? مزيد او اشجار اكتر. نسرع اشجار اكتر. يبقى ازاي نقدر نوقف التلاوث? كيف يعني هاو? باخد الفان المساعد بتاع او النقص بتاع من الاجابة كان. وبعد كده هتطلع لي في السؤال زي ما هي? يبقى ايه? ازاي ان احنا نقدر اكمل بقى الفان في المصدر. نحنا نوقف الايه? التلاوث. ازاي ان احنا نقدر نوقف التلاوث? قال له ان احنا نزرع اشجار اكتر. عادل بيس قال امير قال له. لان الاشجار دي بيتمتص غسن اكسيد الكربون. وبتحافز على الهواء ان هو يكون ايه? ان هو يكون نظيف. يبقى هنا ازاي بقى هيقوله ليه? المفروض او يجب علينا ان احنا نزرع مزيد او اشجار اكتر. يبقى هيقوله هنا ايه? لماذا? يعني واي. واي? لماذا? شو دي ينبغي? وعنده هنا الفاعل ويه? اه ليه ينبغي? ويه? ليه ينبغي علينا? ان احنا بعد كده الفاعل في المصدر بلانت ان احنا نزرع. اشجار اكتر. ليه ينبغي علينا? احنا نزرع اشجار اكتر. قال له لان هي بتنتص غسن اكسيد الكربون بتحافز على نظفة الهواء. عادل هنا بيقول له حاجة امير قال له انا اطفت معك. عاد التدوير او الكمانة بتاعتنا. كمان ممكن ان هو يحل هذه الايه? هذه المشكلة. يبقى هنا ايه اعادل بيقول له. كمان اعادة تدوير او كذلك اعادة تدوير. الكمانة بتاعتنا ممكن ان هو يكون حل لهذه المشكلة. يبقى اوصو كذلك. اعادة التدوير. اوار اوار ربش. اعادة تدوير الكمانة بتاعتنا. كان بي. ممكن ان هو يكون اسهل وشان ممكن ان هو يكون حل. كان والمصدر بي. ا. ممكن ان هو يكون ايه ممكن هو يكون حل لهذه الايه او للمشكلة ممكن يكون حل للايه للمشكلة هو قال له هنا ايه انير قال له السؤال التاني بعد كده اقرأ واكمل بيجيب لي كده ست كلمات باخد الكلمات دي ووظفها داخل المقاط في القطع الواجب هنا بيجيب لي ست كلمات باختر منهم فقط اربع كلمات بيقول هنا اخويا بيحب الهواتف المحمولة كتير جدا ان هو يكون عنده احدث ان هو يستخدم احدث ايه اعتاد ان هو يكون عنده احدث المغيرات يبقى يكون عنده يبقى عايزين بعد المصدر يبقى هاف ان هو يكون عنده يبقى هاف كان دايما متعود ان هو يكون عنده ايه يكون عنده احدث الموبايلات لكن الان هي لم يعود يستخدمهم لان هي بتكون ايه بتكون سستنبل بتكون او ما بتكونش ايه ما بتكونش سستنبل ما بتكونش مستدامة سستنبل يعني مش مستدامة يعني مش صديقة للبيئة هو بيفضل ان هو يستخدم ايه تكون قابلة لاعادة الشحن بيفضل يستخدم بطاريات قابلة لاعادة الشحن بطاريات يعني باتريز باتريز ليه البطاريات فور تيفي للتلفزيون او تيفي ريموت كنترول للريموت كنترول بتاع التلفزيون يستخدم كده بطاريات بتتشحن مرة تانية بدلا ما بتخلص وبتترمى ذاس ايه كان شير ان بورتكتينج ذا وكمان هو بيشارك بيشارك في ايه بيشارك في حماية ايه بيشارك في حماية انفيرومنت في حماية البيئة بعد كده اتجيب لي هنا قطع بقى نقرأ القطع مع بعض مرة واتنين ونفهمها وبعد كده نبدأ نجاوب على الاسئلة لازم تقرأها مرة واتنين بتفهمها كويس ما فيش حاجة تقدر تعيش من غير الطاقة الناس والحيوانات والنباتات نيد انرجي بيحتاجوا للطاقة تلف عشان يعيشوا وكمان الماكينات نيد انرجي بتحتاج للطاقة تورك عشان تشتغل معظم الطاقة معظم الطاقة بنستخدمها مازالت تأتي من الوقود الحفري زي الفحم البترول والغاز نحن بنسميها مصادر الطاقة غير ايه او اشكال الطاقة غير متجددة بكوز لانها زي او لامتد لانها محدودة ان اكسبنسف وكمان غالية استخدام الوقود انكريزس بيزيد من كمية غسنة اكسيد الكربون في الغلاف الجوي ان بلوتس وكمان بيلاوس البيئة ناو الان المياه والرياح بيتم استخدامهم لانتاج الكهرباء زي او بيكونوا طبعا اللي هو الماء والرياح تعالوا بقى نكمل بيتكمل صفحة مية ستة وخمسين بيقول لانكسبنسف ما بتكون شغالية اللي هي ايه طاقة الماء وطاقة الرياح ما بتكون شغالية وبتكون رخيصة كليل ونظيفة وكمان لا تلوث البيئة اذا احنا بنسمي هذه الطاقة مصادر طاقة ايه متجددة لكن بقى الطاقة من الشمس من المحتمل بتكون افضل شكل من اشكال الطاقة المتجددة الحقيقة على كوكب الارض بتعتمد على الشمس بدون الشمس النباتات مش هتقدر تكون الغذاء بتاعها عن طريقة عملية البلاء الضوئي والحيوانات مش هتلاقي الطعم يعني كمان هنا الكوكب الارض دا هيكون بارد جدا وغير صالح للسكن بعد كده ذات إز واي ولهذا السبب عند بعد كده بيقول ذات إز واي ولهذا السبب بيكون فيه اهتمام رائع بالطاقة الشمسية بتكون مهمة لنا عشان نوفر الطاقة في بيوتنا وكمان في أماكن العمل من أجل الطاقة فهنا نستخدم مصادر الطاقة غير الايه المتجددة اول سؤال بيقولي ذا مين الفكرة الرئيسية والفكرة الأساسية في النص بتاعنا بيكلمنا عن ايه طبعا انرجي بيكلمنا عن الطاقة سواء طاقة متجددة او غير متجددة رقم اتنين كمية غاز ساني اكسيد الكربون بترتفع في الغلاف الجوي لما منستخدم طاقة منين طبعا الطاقة بتاعته الوقود الحفري فاصل فيولز الوقود الحفري رقم تلاتة نقط عايز يقولي اتنين من مصادر الطاقة اللي هي الغير متجددة عايزين اتنين من مصادر الطاقة الغير متجددة طبعا الفحم والاية الفحمة والقطرول بعد كده السؤال الرابع بيقولي ايه عندك بعد كده السؤال الرابع بيقولي ليه بقى الشمس والرياح والماء بيكونوا بقى اصدقاء للبيئة ليه بيكونوا اصدقاء للبيئة هنقول هنا لانهما بيكونوا رخاص في السمن يعني ذي ار انكسبنسف ذي ار انكسبنسف دي ات بتكون مصادر رخيصة كلين كمان نظيفة فار مصادر رخيصة ونظيفة فارمس of energy of energy يعني لان ايه يعني هنقول هنا اشكال للطاقة نظيفة ورخيصة وكمان ولا تلوز ات اللي هي البيئة ذات ذات ولا تلوز ايه ولا تلوز ات ولا تلوز البيئة طبعا ات هنا بتأود على البيئة ولا تلوز البيئة السؤال الخامس في جملتين لخص البارغراف الاول بكلمتك الخاصة اول بارغراف كده قل كده الجملتين بتعبيرك وبطريقتك الخاصة هنقول هنا من اقدرش نعيش من غير طاقة دي اول جملة جايبها لا نستطيع ان نعيش نرجي لا نستطيع ان نعيش بدون طاقة لكن استخدام الوقود بلوز البيئة بط لكن ذا يوز اف فيول لكن استخدام فيول استخدام الوقود ده بلوز بلوز البيئة بلوز يلوز ايه يلوز البيئة بعد كده جايب لي السؤال الخاص بي السؤال السادس يقول هنا عايز يقول ضروري ان احنا نستخدم الطاقة الشمسية ادي اسباب ايه الاسباب المفروض نستخدم الطاقة الشمسية نقول لانها مظيفة وكمان رخيصة لانها لانها بتكون مظيفة وكمان رخيصة بتكون نظيفة وكمان ايه رخيصة بعد كده السؤال الخاص بالاختيرات يقول لي نقدر ان احنا نشكل ونكون نشكل ونكون الظرف او الحال من من كلمة يعني شخصي بإضافة اللاحقة ان احنا بقى بنضيف ايه بقى اللاحقة ايه طبعا عشان نكون ظرفها او حال بنضيف العشان تبقى يعني شخصيا رقم اتنين بيقول لي هنا الفيل ده بيكون حيوان ضخم في الحجم حجمه بيكون انورمس حجمه ضخم كلمة انورمس بتساوي في المعنى يعني بديني نفس المعنى ايه اللي بتساويها يعني ضخم برضو ايه ضخم جدا او كبير في الحجم جدا رقم ثلاثة نقط ده بيكون مكان حيث لا يوجد تلوث مفيش تلوث يعني في تلوث او مفيش تلوث طبعا بتكون البيئة اللي هي اللي هي النظيفة او البيئة النقية بعد كده عندينا هنا صفحة 157 السؤال رقم 4 عيز يكون عندي مكيف ليه الهواء لكن مكيف هواء يكون ايه تخدم كهرباء يعني اقل هي المضاد لكلمة ايه عكسها ايه عكس وهي يعني اقصر رقم خمسة بيقولي هنا عايز يقولي هنا دي بتكون آلة الآلة او المكينة اللي هي بتحافز على درجة حرارة درجة حرارة الغرفة تكون نورمال تكون عادية لا تكون حر ولا تكون برد طبعا ده يقصد مكيف الهواء رقم طبعا هتاخد يعني ايه اللي بتعني او بتساوي في المعنى يصنع طبعا الكلمة التالتة اللي بتسويهم وهي يعني ينشئ او يبتكر بعد كده السؤال الخاص بي السؤال الخاص بي التصحيح بيقول لي ايه يقول لي did you use نقط when you were at university عايز اقول هنا ايه عايز اقول هنا هل انت اعتدت ان انت تسافر بالقطار لما كنت في الجامعة يبقى هل اعتدت قال did والفاعل والمصدر يبقى انا عايزة زائد زائد المصدر بتاع الفاعل يبقى رقم اتنين لم نعتد ان احنا نستخدم الطاقة او المصابيح المصابيح اللي هي بتكون موفرة للطاقة بطوين وقتنا ولكن احنا بنعمل كده الان يبقى جامعة هتاخده في المضارع طالما قال ناو في المضارع وجامعة هتاخده رقم تلاتة يعني كان ممكن انت تتصرف ازاي لو انت فقدت المحمول بتاعك في المطعم عندي هنا قد الرابط نشوف الجملة اللي قبلها ودو المصدر اين عليها خلاص كده عرفت ان الجملة اللي بعدها ايه الجملة اللي بعدها على طول هتكون ماضي بسيط ماضي بسيط الماضي من لوس وهو لوس رقم اربعة عايز اقول يعني كان ممكن ان احنا يكون عندنا عواصف اقل لو تغير المناخ يتوقف يبقى عندي هنا اف ده الرابط بتاعي اللي قبل منه وضو المصدر خلاص كده عيناء عليها كده افهم ان الجملة اللي بعد كده ماضي الماضي من من الافعال المنتظمة بضعف الحرف الاخير قبل ما بضيف توقف رقم خمسة هايز اقول للناس ما كانتش بتتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تلاتين سنة ما كانوش بتواصله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يبقى عند هنا ايه يبقى بيجي بعدها لم يعتادوا ان يتواصل يبقى بعدها هو جيب للمصدر يتواصل يبقى لم يعتادوا ان يتواصلوا على وسائل التواصل الاجتماعي منذ تلاتين سنة بعد كده الجزء الخاص برايتنج الكتابة ازاي نحن نحمي البيئة الخاصة بينا او بيئتنا وده متجاو في نهاية الكتاب وكمان ان شاء الله وقدم لكم اهم برابرافات هامة ومتوقع لمنهج الصف الثالث الاعدادي الترمي التاني بعد كده جايب لنا هنا اختبار مصغل لطلاب الازهر الشريف صفحة 158 بيقول حسن مدرس العلوم مدرس العلوم حسن بيسأل بيسألها سؤال 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 عايزة تقوله هنا ان تغير الملاح ده المقصود بان شيء بيتغير ان بعض التغيرات والأفكت بتأثر على البيئة وكمان وحياتنا بدلة بطريقة سيئة يبقى كان موضوع العلوم بتاعهم او المدرسة العلوم تكلم عن تغير المناخ يبقى هي والسؤال بتاعي في الماضي يبقى هتبقى التصريف التاني منها هو تحدث عن تغير المناخ فهنا بيسألها فقالت له معنى تغير المناخ يبقى هي اسألها ويقول لها ايه المقصود بتغير المناخ ما او ماذا يعني وط وعندي هنا الفعل بتاعي وبه هبدأ ااخد هنا الفعل المساعد بتاعي في السؤال هي بأضاس وبسأل عن ايه عن تغير المناخ هكتبه كده وبعد كده الفعل في المصدر مين ايه المقصود بتغير المناخ فهنا قال لها حسن هنا بيقول لها ايه بيقول لها هنا ايه اللي نقدر نعمله عشان نحن نواجه هذه المشكلة ممكن بقى تقول له المفروض نزرع اشجار اكتر يبقى ويه ينبغي علينا ينبغي علينا بلانت ان احنا بلانت ان احنا ايه ان احنا نزرع مور تريس اشجار اكتر مور تريس اشجار اكتر بعد كي اصول خاص بالاختيرات شادي نقط اف هي رد ذي ايميل عايز اقول شادي كان محتمل يرد لو كان قرأ الايميل طب انا اللي خلينا عارف ان دي ماضي لان لو هي مضارع الفعل اصلا مفرد كان جاب لي مع الفعل مفرد اس لكن طالما جاب كده بالشكل ده يبقى هو ده رد رد بمعنى ايه رد بمعنى قرأ يبقى طالما جاب لي بعد اف ماضي بسيط يبقى الجملة اللي قبلها وضو المصدر يبقى شادي كان محتمل ان هو يرد لو كان قرأ الايميل رقم اتنين اف ونقط لو كان عندنا وقت اكتر كان ممكن نزور ولاد عمنا عمنا في القرية نشوف كده الجملة الكاملة اللي معايا يبقى عند هنا اف الجملة الكاملة جايب لي وضو المصدر خلاص انا كده عرفت من الجملة دي ان الجملة الاولانية هتكون ماضي بسيط الماضي من هاف هو هاد رقم تلاتة عايز قال هنا احنا ما نقدرش ان احنا يعني يستمر ما نقدرش ان احنا نستمر في استخدام ايه في استخدام البنزين فور كارز للسيارات لان هو مش ايه مش سطابل مش ساستنابل يعني غير مستدام لان هو غير مستدام بيخلص كده مع الاستخدام رقم اربعة نقط عايز يقول هنا هتعمل ايه في المنتجات بتاعة البلاستيك والورق والزجاج عشان تحفظ وتحافظ على البيئة طبعا يعني يعيد تدوير باعادة تدوير للمنتجات ديت عشان تحافظ على البيئة عايز نكتب هنا كمان عن التصحر وده موجود اصلا في الكتاب وكمان ان شاء الله قدمه لكم من ضمن اهم براقرافات للمنتجات للمنتجات للمنتجات